ما بين هزة أرضية ارتدادية متوسطة وأخرى شديدة يصف مراقب أثار الضربات الزلزالية في تركيا بنهاية العالم سيما بعد الزلزال الجديد الذي ضرب مدينة ملاطيا التركية بقوة 6.5 درجات على مقياس الاختر والذي أودى بحياة مواطن تركي وإصابة 69 أخرين ودمر 25 مبنى على الأقل في أحدث موجة زلزالية شديدة بعد الزلزال المدمر في مطلع شباط الحالية إدارة الكوارث بالطوارئ التركية التي سارعت إلى إعلان حالة الطوارئ وبدء أعمال الإنقاذ دقت نقوص الخطر ومعها مراكز رصد زلزالي عربي وعالمي بسرعة الانتباه إلى تصريحات خبراء حول إمكانية استمرار تلك الهزات إلى قرابة عام كارتداد على الإزاحة في صفائح القشرة الأرضية الأمر الذي حرك العراق بحالة إنذار عاجلة للاحتراز من أي تهزات أرضية ارتدادية قد تضرب البلاد في الأيام المقبلة معلنة على اللسان الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي بالعمل على تنصيب 11 محطة للرصد الزلزالي عند الشريط الحدودي للمناطق الشمالية وغربية والجنوبية كخطوة لرصد الزلزال المركز أكد نصب تلك المحطات بالقرب من البلاد التي تشهد تحركات في الصفائح الأرضية مع نية عملية لوصول تلك المحطات إلى 16 محطة تعمل على مدار الساعة العراق والذي استعد منذ اللحظة الأولى بعد ضربة الزلزال في تركيا وسوريا بنشر طرق الإخلاء والتعامل مع الهزات الأرضية يسارع باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر عبر رصد الهزات الأرضية خشية وقوع ضربات قوية قد لا تصعف البنية التحتية في مناطق عدة التعامل معها أو مواجهة خطرها على أقل تقدير ترجمة نانسي قنقر